أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين وفي حديث الصورة يستمتع مرتادو معرض عمارة الحرمين الشريفين المقام بالقصيم بتنوع الخدمات المقدمة لهم والتي تأتي لتنقل الصورة الحضارية للحرمين الشريفين وتطور الخدمات بهما عبر العصور حيث يحظى ركن سقيا زمزم بإقبال كبير من المرتادين نشوف إياك محمد ومشاهدين صورة جميلة لهذا المعرض اللي ابتدأ تقريباً قبل ستة أيام واللي كان مستمر لمدة أسبوع فيه 14 ركن نستعرض فيها يا محمد خدمات اللي قدمت من المملكة العربية السعودية للحرمين الشريفين صحيح عبد العزيز المعرض كان فيها العديد من المجسمات اللي تحاكي ما يوجد في الحرم المكي مثل الحجر الأسود زي ما نشاهد أو حتى بئر زمزم وكيف طريقة استخراج المياه بالإضافة إلى المحافظات القديمة اللي كانت موجودة في مكة المكرمة وفي جنبات مكة أو المسجد الحرام بالإضافة إلى المحافظات الجديدة اللي موجودة حالياً بالإضافة كذلك إلى الحافظات تبع موية زمزم يعني عبد العزيز جميل محمد غير مقطوع كلامك استخدام التقنية الجديدة صحيح في تعريف النشء بالخدمات المقدمة في الحرم المكي صحيح حنا طبعاً قبل فترة صدنا الرئاسة العامة لشؤون مسجد الحرام والمسجد النبوي دشنت المعرض الافتراضي للحجر الأسود وغيره من المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والجميل يعني عبد العزيز أنه يعني الطلاب الطالبات عندما يزورون مثل هذه المعارض يمكن ترى في بعض الأحيان إذا راحوا مكة ممكن التذكر عندما كنا يعني في مقتبل العمور ونحن ما زلنا عندما كنا يعني في البدايات ونذهب نزور مكة المكرمة كان يصعب علينا أن نشوف الكعبة مثلاً أو نشوف الحجر الأسود يعني بحسب طول الشخص وكذا وكنا حتى مقام إبراهيم يعني ما كنا نطلع عليها لكن تخيلوا أنه هذه تجاب للطلاب يعني مثل هذه المعارض يروحون لها زيارة وشوفونها على أرض الواقع يعني يحاكون لمس الحجر الأسود بالتأكيد أنها بتعني لهم شيء كثير وابتدأت في القصيم وبإذن الله محمد أنها تعمم على كافة مناطق المملكة يستفيدون الطلاب والطالبات منها الروح